شعور دكتور أمجد وهو يعني يأخذ الإشارة من الرئيس للبدء على طول فيه إن احنا نحط الصبة الخرصانية بتاعتنا بتاعت المحطة الرابعة والرئيس موجود الرئيس فلاديمار بوتن رئيس روسل الاتحادية عبر الفيديو كونفرنس حدث مهول وأظنه إحساس مختلف كان الإحساس إياه دكتور؟ حقيقة حاجة بتوعدني لحظات سعيدة يعني مرت في حياتي ما فيه شك إن دي كانت لحظة مؤثرة جدا في حياتي استشعرت فيها الإحساس بالفخر، الإحساس بالعزة، الإحساس بالاعتزاز يمكن الفخر بحضور فخامة سيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وفخامة رئيس فلاديمار بوتن للاحتفال حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، لفيف مستدى الوزراء على رأسهم من دبتور شاكر كبار جال الدولة، كبار جال الدولة روسية كلهم حضور وشهود لهذا الحدث فكان ده كله بيبعث الشعور بالفخر والشعور بالعزة، العزة بالإنجاز إن ده إحنا بنضع الصب الخاصاني الأولى للوحدة النواية الرابعة ووضع حجر الأساس للمشهوع ككل وانتقال جميع الوحدات إلى مرحلة الإنشاءات الكبرى ما فيه شك إن ده بيعطي الإنسان الشعور بالعزة ثم الشعور بالاعتزاز لأن الحقيقة هذا الإنجاز لم يتم بإيادة روسية خالصة وإنما تم بمشعاكة مصرية من خلال التنفيذ تم بإشعاف مصري ويمكن أنا أتذكر كلمات اللي أنا كنت باستأذن بيها قلت إن أنا أقول على حضراتكم جميعاً بكل فخر وعزة واعتزاز تمام الاستعداد لبدء أعمال الصب الخاصاني الأولى فهذا هو المشاعر، كان خريط المشاعر الفخر والعزة والاعتزاز والسعادة البلغة أنا أعتقد إن ده يوم خالف في تاريخ الأمة المسية سيسجل بحروف من زهب كان يوم عظيم من حيث الحضور عظيم من حيث الإنجاز عظيم من حيث الأسعر دكتور أنا مش عارف أقولك إيه يعني أنا أقعد عمال بسمع حضرتك وبعدين أقعد عمال بتأمل لو صح لي أن أنا أقول يعني ملامح حضرتك وعينيك فيه كم فرحة بادية جوه العينين وفي الملامح وحضرتك بتتكلم فرحة وفخر واعتزاز حقيقي واضح إلى أبعد الحدود اشتركوا في القناة